السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 13 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة 22 دقيقة من عصر يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر بما أنه ما زال موجود في برج الميزان واليوم استقر بشكل كامل معناته هذا الوقت أو هذا اليوم هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابطة العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر أو خلاف أو سؤتفهم في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية وضحين بين العشاق لكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هذه الفترة بننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 18 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها الطيلة اليوم منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا منطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس أكثر ونتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثير هذه الزاوية بيبدأ من ساعات تقريبا الظهر وبيستمر لغاية اليوم التالي صباح اليوم التالي اللي هو صباح يوم الأحد فبيخلق هذا الاتصال لدينا حاليا من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات خصوصا مع الجنس الآخر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي شوية رح يكون طويل يعني ببدأ ساعة عشرة وثمانية واربعين دقيقة مساء اليوم السبت بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية ساعة تنتين واثنان وخمسين دقيقة عصر يوم الأحد يعني نعتبره مدة طويلة فعشان هيك هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن عمليات طارئة أو ضرورية ما في مجال التأجيل أو أخذ علاج فحصات ما في أي مشكلة اللي هي الكلة، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضول اللمس، البنكرياس، الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لخلوق المسار ذكرنا أنه ببدأ الساعة 10.48 دقيقة مساء اليوم السبت وبيستمر لغاية الساعة 2.52 دقيقة من عصر يوم الغد الأحد ففترة خلوق المسار فترة صعبة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع الآن عمره 8 أيام ساعة 9.24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نبدأ باليوم التاسع نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22.7 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الفجر سعيد بنسبة 45% ساعات المساء سعيد بنسبة 70% القمر في الميزان حتى يوم 14.7 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات العصر سعيد بنسبة 30% عطارة في الأسد حتى يوم 25.7 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% الظهرة في الأسد حتى يوم 5.8 سعيد بنسبة 60% الآن ساعات الظهر سعيد بنسبة 40% المريغ في الثورة حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زوحل في الحوط بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% ورأة نصف الثور حتى يوم واحد 9 سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن مقابلكم تماما يعني جيد لتعزيز الشراكات أو التعامل مع شركات سواء المال أو العاطفة أو على مستوى الأزواج جيد جدا ولكن معروف أن القمر مقابلك يعني ما بشير القمر لتفاهم أو هدوء أو ود ممكن تتعقد بعض الأمور لأن طاقتك ضعيفة أو تطرأ بعض البلبلة علج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية بالفترة لأن خصمك قوي أقوى منك لأن طاقته إذا ما كان حمل طبعا والعرقيل بتستفزك بهذه الفترة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا العمل بيبدأ بالتراكم عندكم عشان يكون اليوم تركزوا بشكل جيد تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لأي عمل آخر لأنه اليوم رح يبدأ العمل بالتراكم لديكم وما رح تجدوا تعاون من الزملاء أو ممكن يكون في خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبينهم حاولوا أنكم تمارسوا نشاط بدني لتحافظوا على ياقتكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة بما أن القمر وصل للبيت الخامس عندك فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدك اليوم الاتصالات واللقاءات أو ممارسة هواية أو الاهتمام بالذات أكثر لطف الأجواء وعاعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل المسائل عالقة أو كانت مستحيلة أو تسمع خبر كنت بتنتظره الأهم أنه اليوم تنطلق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا متحتل الأمور البيتية والعائلية أكثر شيء من تفكيركم أو القصة الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم لأن التركيز على البيت والعائلة أكثر شيء بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم مش أنك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو حتى مناسبة طارئة واجه الأمر الواقع بمنطق حاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ما تفرض رأيك وهي فترة مناسبة أيضا للتنقلات والحوارات والنقاشات والتعامل مع الغير بشكل أكبر فترة ممتازة فعشان هيك بدها شوي التركيز عشان تستغلها ممكن كون في بعض المشتريات أو المصاريف البيتية العائلية الطارئة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا تنشطوا اليوم بالدراسة بالسفر بالاتصالات بالاهتمامات حتى بالأمور التي تتعلق بالتكنولوجيا سيارة صيانتها مثلا أو عندكم امتحان أو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو التسويق الفترة هاي بيبدعوا بشكل كبير وأيضا بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار يعني عندك نشاطات متنوعة أو حتى عندك قدرة اليوم للحوار والنقاش مع الأحبة ويعني طاقة عالية وسرعة بديها لتحليل الأمور وممكن اليوم يكون لك قرار معين يكون لصالحك شوي وخصوصا مع وصول الزهراء لعندك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدأنا بمرحلة المكاسب أو المرحلة اللي فيها فرص مالية لأنه القمر في بيت المال فهذا بعطي فرصة لمكسب مالي على الأغلب دائما المكاسب بتيجي بهاي الفترة يا من عمل إضافي يا هدية يا جائزة يا دعم يا مساعدة أهم إيشي أنه اليوم تحاول تستغله بتنظيم فواتيرك أو دفعاتك وأبعد عن المصاريف لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي حتى في النقاش المالي أو المساومة المالية صحيح أنه ممكن تحل مسألة طارئة أو عالقة تتعلق بالأمور المالية إلا أنه برضو بتفتح عليك بوابة المصاريف للزيادة أو الدفعات للزيادة فبدأك تكون حذر وعقلاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم طبعا الطاقة أعلى اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم بتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتكون بالتصاعد الاهتمام بالذات بكون أكثر ممكن اليوم تهتم بنفسك بشخصك بلبسك بمظهرك بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات وتغييرات على روتينك وعلى مظهرك حتى أنت اليوم ملفت للانتباه للجنس الآخر أهم إيش أنك تحاول وتناقش بليونة بدبلوماسية وحاول أنك تبدأ فترة هاي فترة ممتازلة إليك فحاول تستغلها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا القمر موجود في بيت المتاعب معناته اليوم أنتوا بتتراجع هيك بتشعروا بأن الطاقة نزلت صحتكم شوي فيها تقلبات بينتبكوا شعور بالتعب بالملل حاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة حاولوا أنجز فقط الأعمال الروتينية بدون ما تبدأ بأي عمل جديد ما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم ابعد عن النقاش والحوار ما تعول على أي وعد يقطع إليك من أطراف أخرى لأنه عادي جدا أنهم ما يوفوا بهاي الوعود أو العهود وحاول زي ما حكينا أنه يعني تتمرر هاي الفترة لغاية عصر يوم الأحد لا يوصل القمر لعندك فبتكون فترة أفضل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا النشاط الاجتماعي هو اللي رح يكون مسيطر على هذا اليوم لقاء أصدقاء أو اتصالات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يعني على المستوى الاجتماعي ممكن تستعين ببعض أصحابك أو معارفك لإنجاز بعض الأعمال المهمة والضرورية أو يكونوا واسطة لإلك في أمر ما أهم شيء أنه ما تفرض سلطتك على أصدقائك وإبعد عن المشاكل قدر الإمكان والحدية مش أي شخص إذا تصرف شيء اليوم خصوصها من الأصدقاء تروح قاطع العلاقة معاه أو أنك أنت مملع الدنيا فيه فضبط العصاب مطلوب والحوار العقلاني هو المطلوب ولا تنسى أن القمر بيقترب من بيت متعبك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم هو القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة يوم جيد للأشخاص اللي بيبحث عن عمل أو بيرغبوا في دخال تعديل أو تغيير على طبيعة عملهم برضو اليوم جيد للحوار والنقاش ما بينك وبين المسؤولين عنك إذا أنت منجز بعض الأعمال ممكن تتواصل معهم وممكن يكون لك ترقية أو ترفية ولكن تأكد إن معمالك كاملة ورح يقدروا جهدك اليوم تتسلط الأضواء عليك فبندك تدير بالك تسليط الأضواء بيكون إنجابي أو سلبي يعني بيسلط على إيجابياتك وأيضا بيسلط على سلبياتك فعشان هيك نقول في هاي الفترة لا تغامر ولا تجازف بسمعتك وما ترتكب أي تصرفات ممكن إنها تشوه سمعتك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لكم القمر صار موجود في البيت التاسع فترة تتعلق بالسفر البعيد أو العلاقات مع الأجانب أو الدراسة الجامعية أو حتى الاستيراد والتصدير الأمور التجارية حتى التعامل مع الأحبة أو تسجيل دورات جديدة أو تعلم شيء جديد بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا اليوم مناسب لإجراءة مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة حاول أنك تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك طبعا ثق بنفسك أكثر بالفترة على المستوى العاطفي أيضا الأجواء جيدة وممكن بعد موليد برج الدلو يحصلوا على دعم مالي من الخارج أو حتى أوراق تتعلق بإقامة أو جنسية أو سفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز على المال المشترك يعني أي شريك معك في هذا الأمور المالية هو اليوم اللي رح أنت تتعامل فيه يعني زوج مال زوج مال بنك ضريبة تأمين ميراث إليك حقوق أموالك عند أشخاص أنت بتشغل أموال ناس مؤتما على أموال الغير فعشان هيك تكون حذر في هاي الأموال لأنه اليوم ممكن هيك تكون فيه دافع للمغامرات المالية أو المجازفات أو المشتريات حاول أنك ما تتعدى على أموال الغير وبرضه بالفترة هاي ما مننصح أي حد يكفل أو يضمن أو يديني فلوس ولكن جيدة للمطالبات إذا إلك حق عند أشخاص اتطالب فيها أيضا هاي الفترة بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت ممكن يصير حدث عائلي أو شيء يتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائل صحيا نفسيا أو أعطال فبدك تكون أيضا مرن بهاي الأمور حاول أنك تستغلوا على الوضع المالي للتصحيح بعض الأخطاء أو تعاديل أو نجدة من بعض المطالبات المالية هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء